ناس كتير بتسأل ان هما بيش بيشوفوا الفيديوهات بالترتيب حاجة بس ان انا انوه ان انا اي فيديو بينزل بيكون له بلاي لست فيه لكل صف لكل صف بيكون لهم بلاي لست كاملة بينزل عليها فيديوهات الترم كاملة وبالترتيب كل اللي انت هتعمله بس ان انت تضغط هنا على اسم القناة وبعد كده هتلاقي هنا فيه حاجة اسمها بلاي لست او قوائم التشغيل هتقعد بها تتصفح وتشوف الصف الدراسي اللي انت بتتبعه وبعد كده هتلاقي كل الفيديوهات نازلة بالترتيب واتنساش ان انت دعمنا باللايك ولو انت لسه او مرة تتفرج علينا ياريت تشترك في القناة نعم عندنا هنا في التايتل بتاع بالكلمة وهو اسمه يعني بوليجون البداية كده عمتا عايز اقولك على حاجة ان انت في الجومتري في الترمي التاني لازم تتعود لما تجي تذاكر اي درس جومتري ما تحلش على طول حتى لو انت فاهمت درس بس لازم برضو ان انت تذاكر الدرس من الكتاب من كتاب المينبوك فلازم ان انت تذاكر الدرس من كتاب المينبوك لازم ان انت تذاكر الكتاب تذاكر الدرس من كتاب المينبوك لان كتاب المينبوك بيكون فيه اسئلة ماياش موجودة اصلا في كتاب الاكسرصيص وبتيجي في الامتحانات بيكون فيه بعض الملاحظات وبعض الحاجات المهمة برضو عشان السيروم والنظريات والريماركس والكالوريز والديفينيشنز والحاجات دي برضو فلازم أنت تركز على كل ده لو أنت عايز إذاك مذاكرة الناس اللي هي المتفوقين مش مذاكرة اللي هي الشانكوتي يبقى لازم أنت تعمل بالكلم ده زي مثلا نهارده هنشرح النهارده من إيه من كتاب المينبوك ومش هنسب فيه ولا تفصيله يعني إيه بوليجون البوليجون بقول لك هنا يعني لاين بيكون مقفول زي اللي انت شايفه دمك ده يعني ما تلاقيش في بوليجون في مثلا زي ده كرة مثلا أصل الاسم بوليجون دائبة لازم أن يكون بخير بلك قال لك إيه يعني خط مقفول وهنا أنا عندنا دولة يعتبروا ففي الحالة ديات ايه مش هيكون ده ايه بوليجون تمام بيكون اسمه على حسب يعني البوليجون بيتسمى على حسب عندك مثلا زي معروف انه بيكون طب الكوادراترال الكوادراترال بيكون بنتاجون هيكساجون هيبتاجون ايت ساينز ايت ساينز فلازم أن الحاجات ديت لازم أن أنت إيه تحفظها عشان هيجي على مسائل كتيرة تمام؟ بيش شوية حاجات بقى لازم أتخلي بالك منها ده مسلا اللي قدامك ده ده عندك هنا البوينت دي اما ده ده اسمه سايد اما لما يجيب لك بيكون يعني قصد بعض كده ويعمل ما بينهم بيطلع لك حاجة اسمات ده يا جونال وخلي بالك لأنا قلت ايه بوينت او بيكون قصد بعض مش اجيزم مش جنب بعض لا ده كده بيديك داياجونال زي مثلا الريكتانجل او السكوير بيمكن الدياجونال بتاعته بيكون عبارة عن بوينت او فيرتكس او بزت ليه آآ فيرتكس اما الانجل اللي برا دي دي اسمه يعني ايه يعني زاوية خارجية اما الانجل اللي جوا دي دي اسمه يعني زاوية داخلية بيقولك يعني كل السيجمنت من دولة اسمها هلا بلاك الحاجات دي بتيجي كومبليت في الامتحان يعني ايه يعني بيقولك لما بيكون عندك يعني ايه لوا السايد ده مسلا ده اسمهم ضلعان متجاورات جايين جوا را بعض يعني مو ممكن تقول حاجة زا كده البوينت اللي هما بتقابلوا فيها البوينت دي هنا بيقولك يعني لما جيبنا مسلا السم بتاعت دي كلها على بعضها يعني لو جيت قلت لك هنا دي 2 سنتيمتر 4 سنتيمتر 3 سنتيمتر مسلا هنا برضو 3 سنتيمتر وهنا 2 سنتيمتر وقال لك انا عايز هنا البرميتر البرميتر هنا اشباب انك هتجيب السم او ايه ده البرميتر ان انا بجيب يعني مش جام ببعض. يعني ايوا يا مسل و الابزت ليه. ديت لما تعمله بيطلع لك حاجة اسمهه. اما لو جاء ليك advocate يبها هيكون called the vertex هاي طلعن هنا. The UK between two adjacent side. الاندف الامج اللي موجود Vitamin side was called interior angle. بسميه interior ANGL. اما الا UK الشيخ inversion العمرات والاجاتك الموجودة. اللي ادتUNT لونا عملنا کہلنا الا켓 تاندل لديك كده. فبتلع لك حاجة اسمها معلومة تخلب لك منها يعني عدد يعني مثلا لو قلت لك البنتاجون البنتاجون احنا عارفين اللي بيكون فيه هيكون فيه يبقى النامبر 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 لو جانا هنا بيقول لك ايه يا عندنا بقى فيه معينين كده اسمع ده يعني معلومة كده زيادة يعني ما بجيش في امتحان كتير بس برضو مفيش حاجة اسمها ما بيجيش في الامتحان زياد بوليجون اس كونبكس البوليجون ده بيكون كونبكس امتا 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 بقى ايه بقى لك من كلام لما بيكون الانجل امتا انجل انجل امتا انجل امتا اي انجل من بقى اي انجل لازم يكون فيه انجل واحدة بتكون الميجر بتاعتها شوف هنا بقول لك ايه يعني ايه بقول لك يعني انت هنا مسلا انت عندك هنا قوت ده كونفيكس بوليجوم اه لو انا رسمت مسلا كده او اي هتجت بص هتلاقي فيه عملنا كده مفيش فيه اي حاجة خالص والسايد التاني هو اللي فيه الشكل كله فيه باقي هنا برضو نفس الكلام هتقول لها مستر تمنى ممكن اغير الخط تعال كده نعمل غير مثلا نعمل ده كده اهو لازم ان تاخد ورا بعض اهو ورسمت هتجت بص هتلاقي هنا السايد ده فيه الرسمة كلها والرسمة التانية او او مفيش فيه حاجة ده من ضمن الايه بتاعت الايه الكونفيكس بوليجوم هتقول لهم يعني ما استفاد من ايه يعني اهو يا سيدي اهو خلاص طيب تعال لبان لنشوف مين بقول لك بتسمى لما يكون بيكون فيه على الاقل اللي فيه انجل بتكون اكبر من ليه الوان هندرد ايتي اللي هي وده الشكل بتاعه وده كده الشكل بتاعه بقول لك فيه كمان انجل بتاني يعني بقول لكنا لما تجب بعدو لانه سيمنت كده لما تجب هنا لانه سيمنت وترسمو بطو بمسان او بوينت او 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 اي بقول لك يعني يعني هيطلع لك هنا هنا هيكون نفس اللي هنا هنا برضو طيب شوف هنا برضو ده اللي هو هنا ده وقت شوف كده طلع لك هنا ايه هنا برضو هيكون عندي هنا برضو ايه زي قلت لك دي حاجة بس تقرأها كده ما يعني ايه الدرس اهميته بيبدأ من هنا لما يجي يقول لك زي عملك سألت نفسك يجي يقول لك مسلا احنا عارفين دولت احنا عارفين ان هما بيكونوا ما سألتش نفسك ليه جيت ازاي ما سألتش نفسك ليه جيت ازاي اولا ان احنا ما بنقولش الكلام ده هباقا كده ولا حتى بهاء احنا بنقولها عبارة بسبب فيه رول فيه قاعدة معينة احنا بنمشي عليها اللي هي ايه علشان تطلع الرول اللي هي احنا بنمشي عليها اللي هي كواداترال احنا عارفين كواداترال number of the it's the site بيكون يقول ذي الـ four طب نكتب الرول كده يعني نكتب بقى الن الواء النمبر of the site تعال نكتب عوات الن الواء ن الواء ن الواء ن الواء الان الواء ن الواء ن الواء هنشل الان الواء نحطه ما كانه four four minus two multiply 180 هتطلع لك في الاخر four minus two 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 multiply 180 equal 360 دجري طب البيعي تقول نفس الكلام بردو n minus two times 180 الان الواء دي اتليه النمبر of the site لول five five minus two multiply 180 five minus two three three multiply 180 540 طب الهكس نفس الكلام n minus two times 180 number of the site هل يكون six six minus two times 180 طلال لك 720 شوف هنا كده لما يجي يقول لك بقى number of the site of the polygon ten هي يقول لك انا عايز هنا number of the site ten يبقى انا اقوله كده بص ten minus two multiply 180 هتطلع لك بنائي multiply 180 ممكن انت بتزحلاعك الكريوتو مش موضوعنا دلوقتي باردو three three minus two multiply 180 هيبقى one دي ايه تعرفي فكرة one multiply 180 هتطلع لك دي سهلة دي وهكذا بقى دي minus two multiply 180 دول مع بعض يطلع لك بتن multiply 180 هيكون ايه 800 برضو دي جري طيب واحد يقول لها طب تمام انا فهمتك دلوقتي والحمد لله الموضوع سهل انا كده علشان اعرف انا كده علشان اعرف ان مثلا او بتاعته بتاعته بكام بتاعته تمام تمام طب يفرض مثلا انا مستر لما يجيب لو انا عايز يعني الانجل واحدة وطبعا احنا بنتكلم في انواع مش اي ده حاجة اسمها اللي احنا قدامنا ده ده اسمها يعني مضلعات غير منتظمة يعني يعني ما تلايش صايد ادي التالي مو زي مسلا ده اسمها او او مش عندك ماشي عندك ففي بتكون هنا يعني منتظمة زي مسلا اهوت اجيب هلك اللي اديت ازا 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 كل الساينز بتاعته بيكون ايقو الانجل وكل بتاعته بتاعته بتكون ايقو الانجل طب زي ايه مسلا عندك مش اي مش اي طب دلوقتي برضو مثل ما جاوبتش على سؤالي دلوقتي لو انا عايز اجيب هعمل ايه احنا قلنا علشان اجيب انا علشان اجيب التوتال انجل الرول بتاعتنا اه صح اه لو انت شغلت دماغك كنت هتعرف تطلع الاجابة اصلا من نفسك يا سيدي يلا تعالى اقولها لك بعد ما تكتب الرول دي تعمل دفايد الان برضو علشان تطلع الايه او او اتش انجل ان مينس تو ملتبلاي وان هندرد ايتي دفايد الان يبقى هو دا الرول اللي احنا نشتغل عليه يعني مسلا احنا عايزين نجيب المسلا الوان انجل ليه البينتاجون هولو مينس تايمز وان هندرد ايتي ديفايد الان لو برضو الوالفايف هتطلع لك ديفايد الفايف هتطلع لك في الاخر اه وان هندرد ايت ديجري يبقى ايتي انجل هنا هتكون ايكولز وان هندرد ايت ديجري يبقى احنا كده اخدنا كونونين لو بيجي يقول لك ان عايز اكتب له بال ايه الرول الاولاني ده طب يجي يقول لك ان عايز هتكون هنا داوت هنا برضو اهوت لما يجي يقول لك ماشي بقول لك انا عايز انا عايز انا عايز زي ما احنا عارفين بقى دي البنت اكون لسه حلح لنا مشوية دي الاولى هتطلع لك تبديت برضو ايت مينس تايمز وان هندرد ايتي ديفايد ال ايه برضو ال ايت وشو هتطلع بكاما هنا ايه برضو وشو هتطلع لك بكاما ماشي السؤال دلوقتي بقى عشان نقفل الحتة دي قد يعني ايه يعني افرض بقى لما يجيب لك بقى وييجي لك انا عايز يا نهار بيض يا نهار بيض انت بتخيل الفكرة يعني بيجي يقول لك مسلا انا معايا بوليجون بوليجون ده كام ما ما عارفش بس البوليجون ده بيكون فهنا لبيجيب لك انجل وان هندر فورتي فور ويجي لك انا عايز شوفوا عمل ايه القانون دي رول انت رازم انت تحفظها مينس الاكس الاكس اللي بقى ايه الانجل اللي بيجيبها لك اللي هو هتعمل على الكالكليتور هيتطلع لك في الاخر بكام بتين ساينز يبقى احنا خلاصة الكلام الرول ده لما يجي يجيب لك ويجي يقول لك انا عايز هيكون تمام تعال بقى نشوف المسألة دي دي بقى المسألة بتجي في الامتاحها يقول لك هنا احنا زي ما قلنا قبل كده لم يجيب لك هنا يقول لك يبقى لازم ان بقى احنا خلاص اتعلمنا بقى احنا بقى احنا بقى ناس كبار وبتفهم لما يجيب لك لا اعرف على طول ان هيكون عندك هنا خلاص احنا مصغيرين جاب لك جاي لك انا عايز هناك دي عايز ان هنا طيب خلي بالك ان المسألة عبارة عن جزئين عندك هنا وعندك هنا احنا عارفين طبعا ان ليه ما احنا عرفنا وجابناها من الاول وهكتبها لك دلوقتي برضو وما ينفعش انك تجي في المدحان توم كتبها له كده واش لازم لازم تثبتها له برضو بس لا انا عايز افاهمك الفكرة العامة اللي هنشتغل بس ازاي يبقى انا لو عندي انا عندي هنا وعند مجر انجل وي انا ناقصني مجر انجل زد انا ناقصني هنا مجر انجل زد لانا لو جابت مجر انجل زد هجيبي سري انجل دولات ونعملهم سبتراكت بروم سرهان سيكستي اقدر ساعتها هطلع مجر انجل اكس ايه اللي في احنا عارفين طبعا بقى عندك المجر انجل دي هتكون المجر انجل دي واي في او اي واقول له هنا ال اكس واي زاد از اه كواداترال سم اف اتس انجل هيكون سري هاند سيكستي ونعمل جيب السام بتاع دولات ونعمل سبتراكت سري هاند سيكستي علشان اقدر اطلع مجر انجل اكس دي الفكرة العامة بتاعت المسألة تعالى بقى اه اقول لك تكتب بروف ازاي بس بعد كده اما قد شاكتب لك بروف لازم ان تفهم وتكتب انجل بصة سيدي اول حاجة هنا اقول له كده لما انا هتكلم في عشان كده اقول له للمستر لو انا بعلم في الامتحان بقى انا بعمل حساب الامتحان اقول له هنا اقول له هنا اقول له هنا ا ؟ اقول سيكون سيكون تو تايمز وان هندرت ايتي. هيكون ديجري. خلاص. عنا كده السببت له ديجري. ان ان الانتقديل هنا فيكون عشان كده اولوك. ازاي هيكون اييه? حتكون اييه. هتكون ايكون هنا سكستي ديجري. يبقى انت كده بتكتب بروف? عشان تاخد عليه درجة. ما تقولش يا مصر مصر معروفة دي. هانا انت بساكسان هنا ايه? وان احنا هانا اقول لا مش معروفة. انت في بروف انتك بتعامل مع انسان غير عاقل. فانت لازم ان تثبت كل حاجة. طب انت عايز تقول ازاي? بالحب كده? لازم ان تقول ان في انترسكشن. انت كل كلمة بتحسب عليها. قولونا سنس ان اللا ديات انترسكت الواي ان نستفد ايه? قالو كده ميجور انجل ان زد ام اقولز ميجور انجل ال زد ان اقولز سكستي دي جري واقولو كده واي في او اي نفس الكلام اللي انت عملته هنا تعملو في الشكل دي. واقولو هنا ان زا زا كوادراترال هذا الان ميجور أو زا انتيريور انجوز ايقل زي كم با ايقل زي كم هاولو هنا سري اا ن مينس تو تايمز ون هندرد ايتي القادرة في فور سايدز فور مينس تو ملتف لاي ون هندرد ايتي ها يكون ايقل زي كم في الاخر سري هندرد سيكستي ديجري عشان كده اقوله كده هنكمل فنه وت زين ميجر انجوز اكس هتكون ايقلز سري هندرد سيكستي مينس ون هندرد سيرتي بلس ايتي فايف بلس سيكستي هكون ايقل زي كم في الاخر كل ده هكون ايقل زي كم سيكستي ون هندرد سيرتي اا طلع لك تقريبا ايتي فايف يعني كل دوت هيطلع لك في الاخر بكام ايتي فايف ديجري وهيطلع لك كده ايتي فايف ديجري وبس كده لازم ان تكتب الكلام ده اه ميستر انا احفظ 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 لو انت مثلا طالب ضعيف احفظ لا مش ضعفة ميستر بس لا يا حبيب قال ما مش حاجة اسمها حافظ انت هما كلمتين وبقين هيتقالوا بس وهيتقرروا في كل المسائل مش مستهلة اصلا طب هنا بقول لك مسألة دي انت اخدت زي ايام بكر هقول لك بقى ايام بس انا ما بحبهاش ليه لان انت خلاص انت اعدادي يعني انا عايزة ديكتورية هتمشي يعني انت كده كده اصلا هتحلي بالطلع دي هتغزبن عنك فخلاص ده وقتها مش مشكلة انتعلم اولا ده الراشيو تعام نفكرك ده الراشيو وما ينفعش ان انا ادخلا كده فاي اي sicher صو في كده يعني يعني منفعش ان انا اقول مسلا هتجيب الراشيو دات نوع عملها بلاص وعملها ماينس وهي كده راشيو راشيو ده شبابي عن نص بالتقسيم يعني مسلا باباك يجي يقولك ايه ولد انت هتاخد نص الفلوس يا ولد مراد هتاخد نص الفلوس يا مغاد نص ايه الفلوس? ايوة يعني نص ايه? الفلوس يا ابني? ايوة نص كام? نص بليون? نص خمسمية? نص مية? نص خمسين? ولا? نص ايه? النص دي الهاف دي دي راشيو. انت ما استفدتش حاجة انت مش فاهم حاجة. يعني النص نص رغيف عيش مسلا ولا ايه بالزبط? فعلشان كده احنا لازم ان ناخد الراشيو دي ونحط جنبها الكونستنت. الكونستنت اللي هو اللي هتحولها النامبر. اقدر افهمه. طبعا هو اجاب لك الراشيو بتوني الايه? الفور انجلز. وان انجل الفيرست والسكن والسيرد والفورث. فعشان كده بقوله هنا. زار اشيو. زار اشيو امانج. زار اشيو امانج زار اشيو امانج زم ميجر. اوف زا انتيريور انجلز. هتكون اقوى زبا? اقول له هنا از مش از بقى هتكون هنا ام مسلا وثري ام وهنا برضو ثري ام فور ام دي سابت حطيتها بتاعت الام ديت هي القيمة الحقيقية اللي هتطلع لي الميجر بتاعتها بكام السكند انجل بتاعتها بكام وهتشوف دلوقتي. في ناس ييجي يقول لك اكس انا محبش انا محبش عاني الاكس عشان او في ملتغلوة حاجة الناس بتتلغبط. يبقى انا سري ام سري ام سفور ام. احنا عارفين طبعا الميجر الثقوة انجلال اجل القائر بالأخفاف فاكتب هالو فالنصنص sum of measure of the interior angles of the quadratural equals equals ن-2 ملتبلاي 180 يعني انا عرفت خلاص ان هو بكم كان مش ده بتاعة بالزبط كده علشان كده انا هجيب الصم بتاعتهم ما احنا قولنا هنا اللهم ما دولت نجيب الصم بتاعتهم يعني ايه يعني نجيب الصم بتاعتهم يعني ايه يعني plus 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 كل دول بيكون يبعنا دلوقتي اول حاجة دي فارطها حطتها جنبها هنا ايه كونستنت تمام ادي حاجة الحاجة التانية قلتوله هنا انا عارف انها بتكون ايه بس لازم ناسبتها له ونجيبه النجمع ده ونساوم كل دول مع بعض هتطلع لك بكام دول هنا دي كده هنعمل هنا هتطلع لك بكام هتطلع لك هنا بسيكستي ما بش بسيكستي هتكون برضو ما عارفتش يبقى المفرضة اقول له بقى هو عايز بقى ايه زي سمولست ميجر اف زي انجل السمولست انه مين هيا اطلع تو ام ولا سري ام ولا سري ام ولا فور ام هتكون طبعا اولو كده زي سمولست ميجر اف زي امجل اف زي اكوالز تو ام اللي احنا طلعناها تحت هنا اهيات بثيرتي مالتبلاي ثيرتي هتكون دي جري يبقى احنا كده طلعنا اللي هو عايزه. ولو جاء قال لي. هيكون ايه? ايه يا مستر طريقة الابتدائي? معلش. عشان احتمال احتاج لها. لحد ما اكبر كنا في السن وايه? واتعلم الطريقة التانية دي. لما الطريقة التانية ده اصلا تحتاخدها اصلا في الالجبرا السنة دي يعني في الترمي ده اصلا كمان. يعني متقلقش يعني. بس الطريقة بتاعت الابتدائي كان يجي ولكن هي بتوين الايه? هنا. عبا اقول له هنا اه اه فرست انجل تو ساكند انجل تو سيرد انجل تو فورس انجل تو السم بكر اه حبيبتي فينك من زماء اهي هنا تو سري تو سري تو فور والسم بتاعتهم هنا بيكون اقوى. وطبعا احنا عارفين الكوادات بيكون اقوى تجري. طب هو عايز بقى الايه من اللي هي دي اقوى وتعمل نوصل دي اقوى كده. وحقول له هنا ازا ماجر او ذا اي ازا 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 كواداترال بار اللي بيكون الاكس بتكتب في ويصير هن سكستي ملتبلاي تو. او ممكن تاخد ده ده وده يطلع ملتبلاي اي اتو. الجريت اردفايد الاسمولر. وده ده بكناب يكون هنا سيرتي سيرتي بيتو هتطلع لك برضو بكان سكستي ديجري. ده 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 ده.